اشرف رئيس الجمهورية السيد محمد والعبد العزيز مساء اليوم في نواكشوط على حفل اعادة تسمية اكبر شوارع العاصمة نواكشوط باسم شارع الوحدة الوطنية وتميز الحفل بعزف للنشيد الوطني قبل ان يزيح رئيس الجمهورية ستارة عن لوحة التذكارية التي تحمل الاسم الجديد للشارع ويربط هذا الشارع الذي يصل طوله الى ثلاثة الاف وثلاثمائة وعشرين مترا ما بين ملتقى طرق القوات المسلحة وملتقى صباح وتقع عليه العديد من المرافق الحكومية الحيوية والمؤسسات البنكية وكذلك مرافق الخدمات المختلفة جرى الحفل بحضور الوزير الاول سيد محمد سالم للبشير ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس المجلس الدستوري ووزير الدولة المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية والوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية وأعضاء الحكومة وبعض أعضاء الحكومة وكذلك أعضاء من السلك الدبلوماسي ووالينواكشوت الغربية ورئيسة المجلس الجهوي لينواكشوت وحاكم مقاطعة لكسر موسيقى